يقول في إحدى المرات جاء بعض العملاء وكنا نشتري منه بضاعة وجاء يطلب باقي حسابه وهو أقل من حسابه المسجل لدي فقلت له هذا الكلام فاستبشر الرجل وقال هذا مبلغ مقابل نصيحتك لي قلت إنما هذا لله لكنه حلف علي أن أخذ المبلغ فأعطانيه على دفعتين فهل علي إثم في ذلك؟ إذا كان أعطاك هذه الزيادة وهذا المال بطيبة من نفسه فلا مانع من قبول ذلك نعم